في إطار سعيها لتطوير استثماراتها في المورد البشري أطلقت مجموعة امتلاك باكورة برامجها التدريبية من خلال برنامج متخصص موجه لقادة المستويات الإدارية في المجموعة قدم البرنامج مستشار إدارة المشاريع والموارد البشرية الأستاذ بلال صالح من خلال ثلاث أسابيع الماضية تشرفنا بتقديم مجموعة من ورشات العمل المتخصصة لمجموعة امتلاك بلشنا بالورشة الأولى اللي هي قيادة فرق العمل وخصائصها بعد ذلك في الأسبوع الماضي انتقلنا لكيفية إعداد التقارير الإدارية ما هي أهم التقارير اللي لازم كل قسم يتمنيز بإنتاجها اليوم نحن فيه اليوم الأخير من ورشات العمل ورشة عمل متخصصة في تخطيط الموارد البشرية جناء على العبء الوظيفي شملت الدورات أكثر من عشرين قيادياً من مدراء ورؤساء ومصرف الأقسام في شركات المجموعة ومنها شركة امتلاك العقارية شركة سفركة سياحية علاجك الطبية منصة الدراسة IMT Event لتنظيم الفعاليات وقد أقيمت الدورات التدريبية على مدار ثلاثة أسابيع في فندق إليتورد إسطنبول إن شاء الله سنستمر أيضاً في مجموعة الانتلاك ببرامج تدريبية مخصصة لكوادر المجموعة في كافة المستويات الإدارية بهدف رفع سوية الأداء التي يسهم في الخطة الاستراتيجية والتوسعية الموضوعة لمجموعة امتلاك في كافة الشركات التي تعمل بها تل البرنامج المميز حفل توزيع الشهادات بحضور المدير العام لمجموعة امتلاك الأستاذ عبد الله الحماد وحاز البرنامج على استحسان وتقدير عاليين من المشاركين مشكورين أستاذ بلال والله يزيكم الخير لكم وإن شاء الله في الأيام القادمة نعمل العمل أحلى وأكبر إن شاء الله شكراً بكم تحياتي في نقاط كثير كانت مفيدة بالنسبة لنا هي مهارات عمل الريبورت بالإضافة لمهارات التفويض اللي ممكن نستفيد منها نحنا في شركتنا وفي وظيفتنا لتطوير منهجية العمل وأسلوب العمل لدينا أغلب مواضعة كانت عن كيفية إدارة الموارد البشرية كيفية أعداد تقارير احترافية تقوم بالشركة وتنهض فيها لأعلى المستويات بإذن الله أيضاً موضوع التفويض الإداري استفدنا منه بشكل كتير كتير كبير بالنسبة لموضوع التفويض للأفرع كاملة بإمتلاك العقارية حرصنا على حضور هذه الدورة التدريبية لتنمية مهاراتنا القيادية مما سينعكس بشكل إيجابي على موظفينا في علاجك وبالتالي تقديم خدمات للمرضى أفضل في تركيا وتحقيق نسبة رضا أعلى بإذن الله الخبرات اللي أخدناها من المدرد من الأستاذ بلاد الصالح كتير كانت مفيدة لنا وكانت مميزة بفضل الله وإن شاء الله عز وجل راح تساعدنا للعمل في المستقبل بشكل أكبر وأكبر يعني ترجمة نانسي قنقر